تلقى حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك عبر فيها سمو عن خالص سروره واعتزازه وتهاني والتبركات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك دعينا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وامثالها على جلالة العهل المفدى بوافر الصحة والسعادة وأن يعيد الله هذه النفحات الإيمانية المباركة لهذا الشهر الفضيل على جلالته على شعب البحرين وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وقد بعث حضرته صاحب الجلالة الملك المفدى برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عبر فيها جلالته عن بلغ السرور والاعتزاز بتلقي جلالته برقية سموه المهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1434 مقدرا جلالته لسموه مشاعره النبي لا داعين الله في هذا الشهر الكريم أن يحفظ سموه رئيس الوزراء ويمتعه بالصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير والبركات على مملكة البحرين العزيزة والأمتين العربية والإسلامية إنه سميع مجيب كما تلقى حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة برقية تهنئة من صاحب السموه الملكي لامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك رفع فيها سموه ولي العهد إلى مقام جلالته الكريم أسماءات التهاني والتبركات مقرونة بخالص الأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك دعينا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ جلالته ويحقق ما يتطلع إليه من رفعة لهذا الوطن الغالي وشعبه الوفي وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والتبركات وقد بعث حضرة صاحب جلالة الملك المفدى برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام الهجري 1434 هجريا عبر جلالته فيها عن شكره لسمو ولي العهد على المشاعر المخلصة سائلا الله في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ سموه وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها بالخير واليمن والبركات على مملكة البحرين والعزيزة والأمتين العربية والإسلامية إنه سمع مجيب